السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أبدأ بالنظريتي أريد أن أشكركم جميعا منذ أن بدأنا الرمضان ونحن عدد المشتركين يزدادون وإضافا حتى عدد المشاهدات وهذا يسعدني وطبعا كما ترون فأنا لا أحاول أن أسحبها القناة لكن مع الأسف سأسحب عليها ربما يوم أو يومين لأن حقا سأكون مشغول وعلي ضغط لذلك انتظروني إما الجمعة وإما السابق نظرية اليوم هل أن جابريل يتحكم بيدوع سوقه لذلك قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة عن يوم حمد عليه أفضل الصلاة والسلام ووالي نبدأ قبل أن نبدأ النظرية أريد أن صوت على ثلاث مواضيع مهمة الموضوع الأول ماذا لو بقيت مرنك كما هي ولم تتغير مع أصدقائها والموضوع الثاني لكن مع أحبائها والموضوع الثالث ماذا لو بقي كما هي ماذا سيحصل ولن نبدأ بأصدقائ مارينيت الموسم الأول والثاني والثالث لا يلعبون دورا مهما ربما الثالث يلعب دورا قليلا عن لوكا وكاغامي لكنه لن يكون له دورا مهم الموسم الرابع هو الذي سوصلت عليه الضغط في هذا الفيديو لنبدأ أولا بمن تحب مارينيت إن مارينيت تحب إيدران لكن بكونها دعثقة لا يمكنها أن تحب أي شخص ولذلك هي تخلت عن لوكا لكن لم يكن بإرادتها لكونها دعثقة وإيدران تخلى عن كاغامي وإيضا لم يكن بإرادته لأنه القط الأسود وهذا سيعيدنا إلى نفس الحديث من قبل كما قلت لكم لن نصل إلى الضوء على الموسم الأول لكن هذا قد حصل تقريبا كله في الموسم الأول لذلك يجب عليهم أن يغيروا الأحداث قليلا بعد هاتين الحلقتين صار إيدران ومارينيت كما كانوا من قبل لكن اكتشف إيدران أنه يحب مارينيت ومارينيت اكتشفت أنها تحب إيدران أو أن مارينيت تحب إيدران منذ زمن لكن لن ترطل عند التقارب منه بسبب كلاوكا وجامي لكن معلنا أبتكاده صارت تسطيع ذلك أصدقاؤ مارينيت كما رأينا في حلقة عصابة الأسرار أن أصدقاء مارينيت كانوا يحاولون أن يسعدون مارينيت لأن كانت مارينيت متفترة جدا وخاصة بعد ان انخذ صندوق الميراركاليس هذا جعل الضغط عليها كثير جدا ولم تستطيع تحمل اي شخص اخر بعد تلك الحلقة ربما تفقد قليلا من ثقة اصدقائها لكن هنا تحاول ان ترجع االيا وبالفعل نجحت في ارجاع االيا مما خفف عليها الضغط لكن ليس كثيرا كما رأينا في الموسم الخامس ان اصدقاء مارينت لم يعدوا متمنة كثيرا بمارينت لان االيا صارت معها واذا لك هم يعتقدون انها بخير وفي الموسم الخامس صار حبه اقوى مع ايدران لكن الناس المتأكدة ان كانت ليلة ستفرقهم ام لا والان حان وقت النظرية والموضوع الاخير اولا سنبدأ بالموضوع الاخير لو بقيت مارينت كما هي كانت كشفة الهوية تسأل الجميع لماذا ستكشف الهوية اولا بسبب الضغوط الذي استحصل مع مارينت وبسبب تفرقها عن الجميع هذا يسبب لها ضغوطا في المستقبل مما ستجعل تكشف الهوية لجميع لانه لا يمكنك ان تنقذ باريسو في الناس الوقت تحافظوا على هويتك السرية هذا يسبب لك مشاكل لذلك احتمال كبير انها كانت ستكشف النظرية حسنا النظرية بكل اختصار ان مونارك عندما يرسل اكوما فيجب على الدعسوقة محاربتها وهذا سيتعبها مما يسمح ان قابريا لتحكم بحياة الدعسوقة كما رأينا في الموسم الاول والثاني والثالث حتى الرابع ان قابريا لستن يرسل اكوما دون توقف هذا سيتعب الدعسوقة حتى ان اعترفت بنفسها ولا اذكر اي حلقة من قد قالتها وتخيلوا مني ان الموسم الرابع صار ما هو مراكولستووس ومراكولس الفراشة لكنه لم يكن بتلك القوة الموسم الخامس الان هو تقريبا يطحن الدعسوقة طحنا لكن ليس كموسم سابقة لقد كان رأوفا بها انا لدي نظرة اخرى سقولها اعتقد انه لو استمر على هذه الحال فانه ربما كانت سيكشف ان الدعسوقة هي مارينيت بسبب كل هذه التناقلات ولا اشياء التي تحصل رغم ما كانت سيكشف ويتها وهذه هي نظريتي اتمنى ان اعجبكم لا تنسوا الاشتراك في قناتي لكي نصر الف مشترك في رمضان وضغط اللايك لكي يصل الفيديو الجميع كان معكم احمد من قناتي كارتلوس اجل وايضا تابعوني حسابي على انستجرام سلام اشتركوا في القناة